بداية اليوم لاحظت أنه يعني فيه مشكلة الغالب عنده مشكلة في الconformation للشير وكيف يحسب اللي عليها وكيف يحسب الجهود اللي عليها فبداية راح أحكيلكو عنها بشكل عام نوع الجهد الموجود هام في الشير احنا نسميه 1-3-Diaxial Strain من اسمه الجهد اللي بصيها عليها ما بصير إلا على الاكسيل لما يكون عندنا ذرة كبيرة على الاكسيل لما يكون عندنا ذرة كبيرة على الاكسيل ايش ان الذرة تكبر ممكن تكون مثل اثل بروم كلور اي اشي غير الهايدروجين اي اشي غير الهايدروجين بس منها تعتبره اشي كبير فهذا الاشي الكبير لما يكون موجودة على الاكسيل اللي هي هيك طلع باستقامة بيعمل جهد مع البوزشن اللي بعيد عنه ثلاث الموقع اللي بعيد عنه ثلاث هاي واحد نين ثلاث معناته بيعمل جهد مع هاي من الجهة هاي ومن الجهة الثانية هالجهة الثانية كمان واحد نين ثلاث معناته بيعمل كمان جهد مع هاي هذا الجهد اللي بيكون هان بيكون معطيه قيمته في السؤال اللي راح تكون ثلاثة بوينت ثمانية بيكون معطيه كياف في السؤال يعني مش حفظ القيمة تمام فبكون ما عطيت طيمتو في السؤال فانت ايش بتعمل بتجمع هاي زائد هاي تمام بتحكيله ثلاثي بوينت ثمانية زائد ثلاثي بوينت ثمانية تمام اللي هي بتطلع سبعة بوينت ستة اظن فهيك انت بتكون حسبت الجهد الموجودة على السترين الموجودة في الشير هاته تمام في حد عنده مشكلة في الهسة اللي تحته زي ما احنا ديكو تكونوا اعرفين انه ما بيأثر عليه الا مين الاكسيال يعني طلعوا هان في المثال اللي تحته كان هنا مجموعة كبيرة بس موجودة المجموعة الكبيرة على الاكوتوريال طب هاي بتأثر معقول زي هاي احكي هاي مع الثالثة من هان والثالثة من هان لا الاكوتوريال ما بتأثر بس بتأثر الاكسيال فالاكسيال هاي بتأثر على الاكسيال الموجودة هان مش هان فيه اتش ثري اكوتوريال وفيه اتش اكسيال صح ولا لا؟ صح فهي واحد اتنين ثلاثة بتأثر على الاكسيال هاي بمقدار معين لهو ثلاثة بوينت ثمانية وبتأثر على الاكسيال الموجودة هون اللي هي الاكسيال الموجودة هون بمقدار معين اللي هي ثلاثة بوينت ثمانية وبتيجي بتحسبهم بتقوله ثلاثة بوينت ثمانية بلس ثلاثة بوينت ثمانية اللي هو سبع بوينت ستة كيلوجول تمام هاذا اول شي كيف نحسب واونة ثلاثة باكسيال تمام في عدنا كمان نوع اه ثاني موجود في الشير ويقولك اه في اشي ثاني احنا بنسميه جوش تمام قبما نبلش هاذا الجهد اللي هو بين الشي اتش ثري والأتش شو بنسميه وان ثلاثة باكسيال بس في الوسم زي كأنه زي الجوش اللي هو مسميه ستيريك سترين ستيريك سترين يعني مثلا لما جيب لك راح جيب لك زي هيك مثلا سي اتش ثري اتش ستيريك سترين بجيب لك قيميتها مثلا بقولك ثلاثة بوينت ثمانية تمام فانت بتعرف ان الستيريك سترين هو نفس الوينت ثري داي اكسيال سترين تمام تمام الجوش هو لما يكون عندنا الثنتين ورا بعض يعني قراب عن بعض يعني الوزيشن بينهم خلق يعني ما فيه بوزيشن بينهم يعني بس واحد اثنين طبعا كيف جنبعض يعني جنبعض لما يكونوا جنبعض معناتو هاد من فيه جهد بنشعلنا هان بنسميه جوش هذا الجوش يكون معطينا قيمته كمان وكمان غالبا بتكون ثلاثة بوينت ثمانية تمام زي هيك هان هذه اكسيال وهذه اكواتوريال جنبعض معناتو فيه عندنا جوش سترين وزي هيك اكواتوريال واكواتوريال جنبعض فيه بينهم جوش سترين تمام تمام فيه هان اشي ثالث له هذا الشكل تمام اه 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 تمام اه 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 هاي مثلا عندنا هان اكسيال وهان اكسيال جنبعض شي بينهم جوش هان سي اتشي ثري وهان سي اتشي ثري هل هو بينهم غوش ولا لا؟ ما يصير فيهم غوش يصل ما في غوش يكون الآن غوش المفوض يكون عواحد فيهم إكواتوريال بالظبط يجب أن يكون إكواتوريال مع بعض بينما لو كان زي هيك آكسيال آكسيال جميعهم ما بيكون في بينهم غوش تمام? يعني منيعتبره هنا الغوش زيرو تمام خلنا نشوف هذا المثال اللي هو مثال يعني هو مش بيخربط بس يعني غالب يعني عم متأكد انه اغلبك رح يحلو غلط غالب يعني تمام هان اول اشي هاي بناش نختلف عنه انه هان في اكسل و اكوتوريال في بينهم قوش صح هاي معطين القيم القيم هان طيب يكون معطين قيم زي هيك بقول لك CH3CH3ستيريك قيمتها 11 كيلوجول CH3H برضو ستيريك بيكون قيمتها 3.8 CH3CH3قوش قيمتها 3.8 فهاي عنا CH3CH3قوش قيمتها قيمتها ايها 3.8 تمام وفي عنا هان طلع في عنا ثنتين اكسل معناته هاي رح تأثر على الاكسل اللي ابع بعيد عنها بثلاث هاي واحد انتين ثلاث ما رح تأثر على الاكسل الموجود هون ما شو صار تأثير هان الاكسل الموجود هون على الاكسل الموجود هون طيب شو الاكسل الموجود هون بلو CH3 فصار لدي CH3 مع CH3 3. شو نوع الجهد هانز كنا نسميه ستيري. هاي معطيني قيمته ستيري. قدرش قيمته 11.0 كيلو جول تمام تمام. وبتأثر كمان اللي بعيد عنها ثلاثة من هان. هاي واحد. ادنين ثلاثة. فبتأثر على هاي كمان بمقدار ثلاثة بوينت ثمانية. تمام نيجع الاكسيال هاي. مش تنسوها هاي كمان اكسيال. فبتأثر بتأثر على هاي برضو. فبتظل نفسها. يعني ما منغيرها. ما منالعب فيها. وبتأثر كمان على الموجودة على البعد عنها ثلاثة من الجهة الثانية. هاي واحد. ادنين ثلاثة. معناتو بتأثر كمان على هاي. بمقدار ثلاثة بوينت ثمانية. وإيش بتعمل؟ بتجمع الجهود. بس. بصير عملية جمع. بس. عندك 11. زائد ثلاثة بوينت ثمانية. اللي هي القوش. زائد الثلاثة بوينت ثمانية هاي. زائد الثلاثة بوينت ثمانية هاي. قديش بيطلع? بيطلع اظن اثنين وعشرين بوينت اربعة بتذكر كأنه. كيلو جول. تمام. هل في حد في حدا في عنده مشكلة فيها? السبتح. اه.. ساد ، انا عادى اسلت سؤال. وارضتن ماباتين. اه. ونا اتبحث عن نفسي الاشي. شك تسألو؟ ليش ما حسبنا الـ 11 مراتين؟ إنه الـ CH3 والـ CH3 يعطينا سترك الثرين در أكسير ليش ما حسبناها مراتين الـ 11؟ أنت ما عنا الـ 11 مراتين تمام، وصلت سؤال لكم ما بنعتبرها مرتين لأنه هاي أثرت على هاي بنفس المقدار كيف تفهمك إياها؟ إنه الجهد اللي بينهم مشترك يعني هم بأثر على بعض بتأثير مشترك فالثنين مع بعض 11.0 كيلو جول وستأكل فكرة؟ يعني إنه هاي ايه؟ وصلت إنه يعني الثنتين بأثر على بعض تأثير مشترك يعني الـ CH3 يعني مشترك بينهم الاثنين يعني إزاي كان هنا تجمع فاهم علي؟ أه، أستاذ تقول فكرة؟ أه، أستاذ تقول فكرة؟ أه، يعني هيكا إنه خلص يعني بكل الحالات، لو كان فيه إنه جهد مشترك أعتبره مرة واحدة، أه، لو زيكا جهد مشترك إنه فيه ثنتين كبار أكسيال، بيكون ما تلقوا قميتة زي هيك، بتعتبرها مرة واحدة، فيه احد يظل عنده إشكاليه في موضوع الـ Strain هاذ؟ يعني هيك حكينا عن كل الحالات الموجودة غالبا، باقي ما تبقي، يعني هذا أصعب إشي ممكن إيجري، يعني هذا إذا إيجاك بإعتبار السؤال قدرة عريضة، يعني الباقي لو اجاك بيجيكم زي هيك يعني لو اجا يعني غالبة تمام تمام هذا امتحان برضو نيجي نشوف ايش فيه اسئلة تمام سؤال بولك تمام معطينا عدة شغلات وطالب مننا ايش العلاقة اللي بينهم فاخذنا زي مرة الماضية وراح نرجع نيدو هسا تمام عندنا اول ايش يكون ايش زي هيك فاقلت لكم لما تشوفوا اول ايش عندكم ايش زي هيك بتشوفوا اذا بتتأكد اذا هو constitutional isomer او لا هاي اهم ايش فبتيجي بتشوفوا الكروس الكروس هان شو عليه له التقاطع هاذ عليه بي آر و أتش و أتش بينما الكروس هاذ عليه بي آر و بي آر و أتش معطيو الله اتغير صح ولله اتغير التلتيب لانه واحدة عليها بي آر و أتشتين واحدة عليها بي آر تين و أتش فبصير هاذا بايش العلاقة بينهم بتقولك constitutional isomers تمام تمام نيجي نشوف هون عنا ون شير قلنا اقول ايش بالشير نتأكد اول نشوف هاذا هو constitutional او لا نيجي منتطلع وأيش عنه نفس الاشيران ومعناتها معاها على نفس الكربوني ومعناتها ما تغير ترتيب الذرة صحول NAU صح معناته هنا ايش بيشوف قلتوكو بعدين بتشوف الconformation بتشوفه الاكسيال صارت اكتوريال الاكتوريال صارت اكسيال ولا لا بتيجي بتشوفه البروم هاي كانت اكتوريال شو صارت صارت اكسيال والسئل هاي كانت اكسيال شو صارت اكتوريال معناة تحقق الشرط معناته تقول له هذا confirmation تمام? تمام. نشوف اللي بعده. عنا نفس الاشي. بنشوف بالاول اذا هو constitutional او زمرت او لا. هاي هان عنا بروم وهذا فلور تمام? هذا فلور. تمام. هاي بروم وفلور على بعد واحد من بعض. وهان نفس لانه هم نفس الترتيب. تمام. بعد انا نشوف الـ confirmation. الـ PR كانت ايش? كانت اكواتوريال. شو صارت? والله انا شايف انها ظلت اكواتوريال صح او لا? صح كانت تكواتوريال. ظلت اكواتوريال. معناتو غلط. مو confirmation. يقول لكم لما ما يكون confirmation على ايش منروح. بالروح منفكر بالسس والترانس. باجي بتطلع احان. هان كانت واحدة اب واحدة داون. معناتو ايش? ترانس. وهان كانت اثنتين داون داون. معناتو هذا سس. معناتو والله اختلفه. معناتو هذا سس ترانس. معناتو هذا سس ترانس. ايزوما. تمام? نجي نشوف اللي تحتو. اللي تحتو برضو عنا نفس الاشي شير. عنا اه اه شو قديش بعيدات عن بعض. هاي واحد نين ثلاثة. المسافة بينهم ثلاث. بينما هون نجد واحد نين ثلاث اربعة. معناتو والله اختلف الترتيب هيك. صار عندي وهان من هان لهان ثلاث. ومن هان لهان اربعة. معناتو اختلف ترتيب الذرات. معناتو هذا كونستيوشنل ايزوما. تمام? تمام. نيجي نشوف هون. باجي بتطلع. بشوف. هالكروس نفس وآتش تين. والله نفس اليشي. نشوف الدائرة هاي. الدائرة عليها بي آر واتشو سي اتش ثري. والدائرة هون عليها بآر واتشو سي اتش ثري. معناتو على نفس اليشي. معناتو شو اللي اختلف بس. والاختلف الروتايشن تابع العجل هاذي quoi obtainedو عجل وبدور. معناتو على الاختلف الروتايشن بس معناته الروتايشنlaughs بنحكي له. اذا صار بس روتايشن نحكي له كونفورميشن. تمام تمام نيجي نشوف اللي موجود هون في عناس سايكلو سايكلو بنتين رجب أتطلع بشوف مرة هاي كانت واحدة باك هاي مسميها باك اللي هي الخط المقطع بنحكي عنه باك اللي هو الخلف الخط هذا الغامق نسميه فرونت للأمام بشوف الله فرونت وهاي باك قلنا لما يكون عنا سايكلو تفرعين لازم نسميه نصنفه سايس أو ترانس طب هذول واحد فرونت واحد باك شو بيكونه بيكونه ترانس وهان لما يكون الثنتين باك شو بنسميه بنسميه سايس معنا شو العلاقة بينهم العلاقة بينهم سايس ترانس تمام بيحد عنده مشكلة بالسؤال الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمام اوكي خلنا نشوف الأسئلة اللي تحت اللي هي باجي بتطلع على هذا أول إشي قنا بنحدده بنحدد الطريق الأطول تمام طريق الأطول مثلا هاي واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة سبع تمام في طريق كمان ثاني باجي بتطلع باجي بتطلع لو بلشت من هون واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة معتوا في طريق ثاني من هان هيك وروح هيك صح ولا لا معتوا هاي سبعة وهاي سبعة تمام شو القاعدة بتقول لك القاعدة بتقول لك بتروح من الطريق اللي فيه تفرعات أكثر تمام أنه طريق اللي فيه تفرعات أكثر الطريق اللي بالاستقامة هالي فيه تفرعين اللي هو تفرع الآيزوبروبل وتفرع المثل بينما الطريق الموجود هان فيه تفرع تفرعين ثلاث طريق بنقي بنقي الطريق اللي فيها تفرعات أكثر وهنا الطريق اللي فيه تفرعات وشوف أسمي وشوف أوريش فيه عندي تفرعات فيه عندي عاد كالفوني رقم أربعة واحدين ثلاثة أربعة فيه عندي أربعة مثل وفيه عندي عالكربون الخامسة إثل وفيه عندي عالكربون السادسة كمان مثل رقم أقول له إيش اسمه بسميه بسميه خمسة إثل عشان الإثل بتسبق في الأبجادية خمسة إثل أربعة ستة ضعي مثل إيش هبتين أستاذ هادي أسأل إشي؟ أتفضل ليش ما أدقمت من فوق يعني عشا صلت سيضة برضا نفسي إشي هاي معنا مثل آآ آآ صح 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 انتبهت آآ آآ مسح صحي كثير أنا آآ مبلش من الجهة الأقرب للتفرع مقصدكم منهان واحد، نين، تلات، أربعة، خمس، ست، سبعة مظبوط مظبوط حقيقي وانا مصح صحيح كثير تمام مية مية معتوانا ايش بصير عندنا تفرعات بصير عندنا على اثنين مثل وعلى اربعة برضو كمان مثل فبصير عندنا اثنين اربعة مثل وبصير عندنا على ثلاث اثل فبجول له ثلاث اثل اثنين اربعة داي مثل عشان في عندنا ثنتين داي مثل هفتين اه تمام اه حق علي اربط فيها معتوانا ايش في مثال هاض يعني انا حاس انه مثال جميل يعني اللي هو معطيك condense formula بتذكروها صحة الفورميلا اللي اخذناها بشابتر ون اظن اخر اخريته تمام عندنا هكنا نقول لها CH3 by 2 CH CH2 by 2 CH CH3 CH3 حسا كيف من هاي الفورميلا الكوندنس فورميلا كيف من نفك فيك هنخليها صيغة عادي تعرفوا ان اخذنا قواعدها احنا انه اذا كان مضغوطات في الاول بيكونوا تفرعات على الثانية اللي بعد يعني بيكون هنا عندنا CH عليها تفرعين CH3 CH3 تمام واذا كان اجت الكوندنس في النص فبيكون تكرار يعني CH2 CH2 مرتين واذا اجت على الطرف الثاني بيكونوا برضو التفرعات على اللي قبلها اذا اجوا في الاخير بيكونوا تفرعات على اللي قبلها فبسيعة انا زي هيك CH CH3 CH3 تمام هي مفروض انه هاي CH2 هم كمان اظنها انها اطنينها غلط يعني هاي داعي لازم تكون CH2 المفروض او لا مش عارب اه ستوب انا غربطت الدنيا باقولك كثير مصح صح تمام هاي CH ارتبطت بCH3 فوق وCH3 تحت تمام الشيعة هاي بشو مرتبطة مرتبطة بCH2 مكرر على مرتين صح هاي CH2 وهاي CH2 تكرر على مرتين وCH3 الموجودة على الطرف بالاخير تتكرر بتكون تفرعاتها اللي قابلها فهي CH وهان CH3 CH3 تمام هيك بنكون فاكنا الكوندينس فورميلا هاي تمام بسمي المركب هذا بكل بساطة كيف بسميه بنقل سلسلة الأطول الأطول تمام كيف بنقل سلسلة الأطول موضوع كثير سهل يا بروح من هان هيك أو بروح من هان هيك بتطلو نفس الاشي صح ولا لا معتوا رحت من هان هيك أو رحت من هاد فهو نفس الاشي فببلش رقم مثلا من هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة تمام في عندي على اثنين وفي عندي على خمسة تفرعات اللي هم داي مثل في غيرهم تفرعات لا معناتوا ايش بكمل بكمل الاسم تابعه اللي هو ست كربونات معناته هيكسين تمام هيك بكون هيك بكون سمينها في حدا عنده مشكلة في هذا الاسم يا ناسف عدكت الدنيا هان بس انه من هان في هدا عنده مشكلة في هذا الاسم دكتور اذا وحب السس ايه اكتب السس بداية لا 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 دي البالة هذا الكان تمام هذا عبارة عن الكان وفي الالكان الروتيشن مسموح في الالكان الروتيشن مسموح فالسس الترانس ما بتكون موجودة إلا بمكانين تمام بتكون موجودة بالالكين وبالالكين وبالسايكلو بس يا هان يا هان اعطاك الكان اعطاك الكاين لا ما فيهم سس ترانس حتى لو كانوا مثلا شفت انه والله في مجموعتين كبار اكس بعض او مجموعتين كبار في نفس الاتجاه تمام بس السس ترانس موجود في الالكين وفي السايكلو وصدتك الفكرة تمام نشوف المثال اللي تحته اللي هو اخذناه بجزء نفس المثالي ممكن حتى اللي اخذناه مبارئ تمام منبلش ترقيم مدامين ثلاث تفرعات منبلش ترقيم من حيث نعطي التفرعات اقل الارقام فانبينه انا راح نبلش من عند الشي 3 ونروح هيك هاي واحد نين ثلاث اربع فصار عنا على الاربع برومو وعلى اثنين كلورو وعنا على واحد مثل فبقم حسب الابجدية شو الابجدية تاخذ الاولويه لبروم لانها بي بي سي بعدين السي معناته اربع برومو اثنين كلورو واحد مثل وهذا ايش سايكلو هيكسين يعني اربع برومو اثنين كلورو واحد مثل سايكلو هيكسين تمام تمام اثنين ثلاث اربع خمس ستة طب والسايكلو خمسة معناته مين بيكون بتكون بتكون بيرونت هيكسين معناته السايكلو بيكون عبارة عن تفرع معناته ايش اسمو هات بتكون اسمو سايكلو بنتل تمام سايكلو بنتل بوجود عاي كربونة هاي نلطم يعني واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة معناته بقوله اثنين سايكلو اثنين سايكلو بنتل هيكسين هيك اثنين سايكلو بنتل هيكسين في حدا عنده مشكلة فيها هاي نعم والله أنا شايف نعم الانتحانه هاذا كلو افكار والله ما شاء الله الحدث اول تطح وكاين حاقد عليهم بالافكار تمام السؤال الثالث بقول لك سايكل the correct answer in each of the following يعني يضع دائرة بقول لك اول سؤال which of the following is the most polar من اللي التالية له فرق polarity عالي بقول لك most polar يعني له difference بالpolarity بالالكترون negativity بتكون اعلى اشي فاحنا متفقين على انه cc and cc shalol non-polar صح ولا لا سريع سريع من من الخيرات بتصير هسا عندك رسبة التشنيص 50% 50% 50% بس بحلك واحدة مشان نصها يعني دائما احنا بنعرف في الجدول الذوري انه هيك الترتيل عناصر s n o f صح ولا لا تمام هو ايش معطيك s n ومعطيك s o مين البرق اعلى s n ولا s o والله مبين ال s ومعطيك بتود دائرة على s o محد احد جاي يقول لي والله شن نص اش تس نص ال is تمام السؤال اللي بعد ال ال المحددة تمام ولا قديش زاوية بناتهم هاي زاوية قدي تيجي بتطلع بتشوف الكربوني هاي شو تهجينها والله عني مجموعتين معنات تهجينها s b فالs b الشكل ايش بكون هاي دائرة سنكون حفظين وحفظ ال s b تهجين تابعه لينير الشكل تابعه وباللينير الزاوية بتكون 180 درجة معناته الزاوية راح تكون 180 تمام تمام خذنا نشوف السؤال ليش تحتو بقولك the functional group present in the following molecular r فعندك الموليكيلار هاي الكمباوند هاي بقول لك ايش بدي ال functional group الموجودي فيه باجي بتطل هان هان شو في عنا باجي بتطل هاي كلها الجهة هاي بحسبها r مرتبطة بال o هاي والجه هاي نعتبرها كلها r عندي صار r o r هاذا ايش اسمو ايثر تمام هان شو في عنا في عنا double bond معنة شو هذا معنة هذا الكين تمام هان عنا نايتروجين مرتبطة r نايتروجين مرتبطة r شو بنسميها بنسميها امين تمام وهان شو في عنا هان الجهة هاي كلها بنعتبرها r ارتبطة ب c double bond o و ارتبطة ب r r c double bond o r r c double bond o r هاي شو بنسميها كيتون بعد بطلع بشوف الخيرات مين اللي جامع لأربعة هذول هان الكين كيتون امين ايثر معنة هاي هي الدواب الصحيح في حدا عنده مشكلة تمام which which of the following is not alouis acid هذول هذول السؤال يمكن اول مرة تشوف سؤال كمية اثنين بس موجود يعني مشروح في الكتاب مشروح هي كممكن بسطر واحد فبقول لكم يعني في الامتحان هذول كان جايبين اجالهم موسمي حيث انه اي واحد ناس المواد القبل بوق الهوى تمام بيين بقول لك مين التالي اه ذكرت تمام مين من التالي مش acid باجي بتطلع CH3 plus فيها plus اي اشي شو نحن تموجب عبارة عن acid عند الوص صح ولا لا صح والALCL3 اي اشي في ايونات موجب و ايونات سالبة اللي هي الAL3 plus هاي اللي هو عبارة عن salt هاذ الAL3 salt دائما الAL3 plus هو ايون عبارة عن اشي موجب فمنعتبره كمان acid والBF3 ايش فيه B اللي هو B والBE نعتبره acid عند لويس اللي هو عنصر البرون والبريليوم موجدين بأي عنصر لويس اعتبرهم acid الAL3 الكل العلماء اقتفقوا على انها قاعدة والكل بيعرف انه الAL3 هي عبارة عن قاعدة فان شاء الله حتى لو جيت تشنسو صح تمام نكمل قولك معطينا acids ومعطينا قيم value of BKA لها معطينا BKA تبعيتها وقلنا which of the following reaction take places اه تمام نيجي منطلع هان شوفي عنا acid عنا الH2 قديش قيمته 15.7 فمنزلها 15.7 تمام C3COH قديش الBKA لها قيمته الBKA لها 4.80 فاحنا منعرف انه دايما احنا منروح من strong لويك يعني من BKA اقل لBKA اعلى هاجه تكون حفظ من BKA اقل لBKA اعلى تمام طب هان من BKA اقل لBKA اعلى لا والله انا من 15 ل4 هيك من اعلى لا اقل معنا هذه غلط معنا هذا التفاعل لن يحصل تمام تمام لBKA اقل فاحنا لا احنا بدنا من BKA اقل لBKA اعلى معناته هذا التفاعل لن يحصل شوف المثال الى بعده من 15.7 ل 35 فان رحت من BKA اقل لBKA اعلى معه هذا التفاعل صح معه هذا التفاعل بيحصل له تفاعل بيحصل له take place هذا هذا تفاعل take place تمام نشوف اخر واحد NH 2 minus HC triple point CH قدرش قيمتي بيكا لها 25 وال NH 3 قيمتي بيكا لها 38 فاحنا من BKA اقل ل BKA اعلى معه برضو كمان حققت الشرط معه هاي كمان برضو take place ما عدتو عنش ايش عندي take place take place ثلاث واربع برضو ما عدتو ثلاث واربع بحط عليها دائرة في حدو عندي مشكلة في هذا السؤال تمام نشوف السؤال اللي بعده سأل بعجبول لك which of the following molecule is polar تمام يعني معطينا هذول الموليكيل وبطلب منها مين منهم polar اه باجي بتطلع الاول تمام الاول CH3 CL في هي C و H و ثلاث CL هذا بولر او لا هذا والله بولر لانه في محصري صح او لا ماتو في محصري معناته هذا بولر اول واحد بولر تمام الثاني اه بولر ايه بولر بولر برضو لانه هم في زاوية زاوية بينهم مية وتسعة ونص مش راح يحذف بعض حتى لو كانوا عكس بعض واحد للخلف واحد للامام بس لا لانه في بينهم زاوية فما راح يلغوا بعض فبكونوا محصري بينهم فهذا برضو بولر تمام الثالث هذا الالكترونات راح تنسحب هيك وهذا الالكترونات راح تنسحب هيك فهذا العكس بعض فهذا الاب يحذفوا بعض تمام وهذا اصلا كلهم بولر يعني فيش رابطة بولر فيش ايش بسحب الالكترونات تجاه السيادة احنا بتططين على هنا ايش نان بولر هذا نان بولر فصار شو عندي بولر واحد واثنين فباجي بهود دائرة على واحد واثنين تمام هان هو مش هات غلط الشاب مصلح لحاله غلط لانه هاي هات دائرة هون فالدكتور هات له غلط على الجواب الصح وهاي هي وهات دائرة بعد المسلمين ورقها هات دائرة هون عشان يبين حاله بهمان معلنا السؤال بعد بقولك السؤال هذا لايس اول ايش لازم تروح تدوره على carbon carbon single point بيشوفه طلعوا مثلا في خيارها في المثال هذا واني carbon carbon single point هايها سأقوله لا بيشوفه قد ايش التهجين حوالين هال single point شو التهجين هان sb sb 2 صحوله لا هاي الكربوني sb والكربوني هاي sb 2 لانها عاملة ثلاث مجموعات حواليها تمام طب نشوف هاي هاي sb 2 sb 2 لانه هاي sb 2 والكربوني وهاي الكربوني برضو sb 2 تمام الكربوني هاي هاي sb 3 sb 2 تمام الكربوني هاي هاي جيش تهجين حواليها هاي جيش تهجين حواليها sb sb 3 ف شو الاقصر انو واحدة اقصر واحدة فكركو صاد sb 3 sb 2 قصد sb sb 2 بالضبط اقصر واحدة اللي هي sb sb 2 اللي هي هاي بيه احدة عنده مشكلة فيها هاي الساد سؤال لو قال لي مثلا the strongest السورتست هي نفسها the strongest تمام ايه كل ما كانت الرابطة اكثر كل ما كان المركب اقوى وكل ما كان المركب اطول كل ما كان المركب اضعف تمام اتركه تمام بالصد تمام السؤال اللي بعده طب اه ممكن اه تضلي انو برع سيب صرت فرجيني كيف عملتها انو sb 2 sb 3 لو ممكن تمام اللي هو برع سيقة اصدقها اه اه تمام احنا بدنا الكاربون كاربون سنجل بوند اللي هي الكاربوني هاي والكاربوني هاي اللي بينهم سنجل بوند يعني رابطة اوحادية تمام فالكاربوني هاي عاملة رابط مع ثلاثة هيدروجينات صح ويا لا تمام وعاملة رابطة مع كاربوني الكاربوني هاي عاملة double bond مع CH2 وهانا فيه H تمام احنا بدنا التهجين اللي حوالين الغرة اللي هي الرابطة هاي فالكاربوني هاي شو تهجينها كم من مجموعة عاملة عاملة اربعة اربعة مجموعة اربعة مجموعة صح ولا لا صح صح فاربعة مجموعة يعني S وB وB معناته SB3 تهجينها وهاي التهجينها ايش ثلاث مجموعة يعني S وB معناته SB2 اه تمام فهمت شكرا تمام اه نشوف المثال اللي تحته نقول لك consider this acid الH2O الBK الها 15.7 وCH3COO الها 4.8 والن H3 الBK الها 38 وCH4 الها 50 تمام تمام بلك the weakest conjugated base is يعني معطينا احماض نحكي معطينا الBK الها فاحنا بنعرف انه اللي اقل BK الاقل BK اعلى بتكون K واللي اعلى K بتكون اعلى قوة حمض صح ولا لا واللي اقوة كحمض بيكون ايش اقل كconjugated base صح ولا لا صح تمام ما هو اذا طالب الweakest conjugated base معنات هو بده الاقل BK طيب كيف احنا ربطناهم مع بعض قلنا اقل BK اه طلع انا ماش الاقل BK بتكون اعلى K K A بال K A واللي لها K A اعلى بتكون قوة حمض اعلى قوة واللي قوة الحمض عنده اعلى بتكون قوة الconjugated base الو اقل الconjugated تمام فمدام احنا طالبين اللي شو اسمه الطالبين الweakest conjugated base معنات بدنا الاقل BK فمين اقل BK فيهم طلعوا مين اقل BK اقل BK الهي CH3 COO H اللي هقيم BK 4.8 ماناتو باخد الconjugated base اللي طالع منها اللي هو CH3 COO مينس في حدا عنده مشكلة فيها هاي بس عندي صالح شوان عرفت انها هي ايه هل انا اخذنا بس H واحدة كيف يعني ما فين سؤالة لا لا ما كانت ما كانت الصباح بين عندي فما كنت عالش مر يواب اه يعني هيك امور تمام بس لا السؤال اللي بعد بقولك which compound has the lowest burning point اللي اله اقل درجة غليان قلنا اول خطوها من عدد الكاربونات في كل واحد في فباج بتطل هاي واحد واحد ثلاث اربعة خمس ست هاي ست كاربونات وهاي واحد این ثلاث اربعة خمس ست برضو ست كاربونات وهذي كمان كربوني واحد اربعة خمس وهذه واحد اين ثلاث اربعة هاي مش بديني او مش واضحة عندي وفي خيار دائقي كمان يا حبيبي تمام خلنا أحطيكم خيار من عندي خمس تمام على اعتبار أنه هذا خير فبتيجة بتعدي الكربون واحد نين ثلاث أربعة خمسة نحن دائما نعرف أنه لأقل درجة غليان بيقول أقل عدد كربونات فنحن مبدئيا هذول الثنين رح نلغيهم لأنه هذا ستة وهذا ستة فعنا دائما لأقل درجة غليان هو أقل عدد كربونات تمام ثم دام تساوى عدد الكربونات مين بيكون لأقل درجة غليان بيكون لأقل درجة غليان بيكون الأكثر تفرعا ومين الأكثر تفرعا بين هذول الثنين بيكون ها. فبتقضل الجواب. ها. تمام? تمام. السؤال البعده. بقول لك the number of secondary and tertiary carbon respectively in the compound. قلنا أول شيء نشوف secondary قديش يعني بالترتيب يعني قديش secondary و tertiary بالترتيب. secondary قلنا هي secondary يعني الhydrogen secondary بيكون مرتبطة بcarbon secondary. والcarbon السكندرية هي سكندرية حلوة. السكندرية بتكون مرتبطة بcarbonتين. وين الكربونات متصلة بcarbonتين؟ ليه إن الكربوني هاي. هذي متصلة بcarbonتين. وهذي برضو متصلة بcarbonتين. وهي كمان متصلة بcarbonتين. وهي كمان متصلة بcarbonتين. تمام. بس هيك دقيقتين عبان ما يخلص ألا. ترجمة نانسي قنقر بس هيك دقيقتين. ترجمة نانسي قنقر بالترجمة؟ ركس نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الأول قل لك draw each of the following the cycle isomers with the formula c5 h10 and the highest angle strain بين عندكو تمام يعني ما بقول لك بدو cyclic isomer يعني حلقي يعني شبيه حلقي نحكي انه يعني isomers حلقي يكون على شكل الحلقة with the formula s5 h10 الحلقة الفورميلا عندنا s5 h10 with highest angle strain s5 h10 with highest angle strain and now to highest angle strain الحلقة اللي لها اعلى اه انجل سرين تعرفوها ها كان عنها مباره السايكلو بروبان السايكلو بروبان اه بالضبط اللي هي هاي اللي هي فيها الزاوية بتكون ستين دراجة تمام هاي عبارة عن c3 h6 صح ولا لا فانا بدو اوصلها للc5 h10 كيف بدو اوصلها يا بعمل تفرع اثل او بعمل تفرعين صح ولا لا فهاي او هاي صح او مش عالف اذا وصلت كل فكرة ولا لا انه بدو highest angle strain احنا بنعرف انه هي عبارة عن سايكلو بروبيل او وسايكلو بروبيل ااسف وسايكلو بروبيل كيف دو وصلها للc5 h10 يعني اه يكون عدد دي كربونات خمسة بعمل تفرعين بكل بساطة وصلت كل فكرة في حدا عندو مشكلة فيها هاي لا لا كله تمام تمام اللي بعدو بول لك بدو the least stable circumformation معطينا اسم cis one isoproبيل تمام واثنين مثل سايكلوهكسين تمام اول شي بنرسم سايكلوهكسين اللي هو ما دام طالب منا least stable وconformation وshare معتو برسم الشير صح ولا لا تمام ما دام رسم الشير هسا بنبلج بنهط التفرعات عني التفرعات على الكربوني الاولى والكربوني الثاني هاي كربوني اولى وهاي الكربوني الثانية على سبيل المثال تمام هذول اللي عليهم التفرعات انا ايش تفرعات انا تفرعات isoprobil اللي هو هاض وعنا تفرع ثاني اللي هو مثل وبيديهم cis ايش يعني cis يعني ثنتين يا up up يا down down زي ما بدك مثلا احنا ننقى up up تمام الاب لهاي ايش بيكون الاب لهاي بيكون عبارة عن Axial والقبلة هاي عبارة عن إيش القبلة هاي عبارة عن Equatorial فإذا بدي Most Stable صبر وهو إيش بده بده Least Stable إذا بده Least Stable معانته لازم أحط المجموعة الكبيرة على إيش على Axial إحنا بدنا إذا كنا نحكي إذا بدنا Most Stable بنحط المجموعة الكبيرة على Equatorial بينما إحنا ها بدنا Least Stable فمنحط المجموعة الكبيرة على إيش على Axial فبادي بحط l'isobroble اللي هي المجموعة الكبيرة بحط المثل على Equatorial إيش بكون إيش رسمت Least Stable تمام رسطة كل فكرة بدي أسأل هسنا هو مش طالب سيس إحنا عملنا هون مش هو طالب سيس آه طالب سيس إحنا عملنا مش طالب سيس هاذا إيش إيش صار عملنا هيك ترانس إحنا ماذا هو الترانس إن ذا سيم سايد أو إن ذا وزي سايد هلا لترانس لازم تكون فينا Axial وعندنا نعم 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 هسا السيس ما له علاقة في Axial والEquatorial السيس والترانس تمام تلازم تكونوا عارفين إنه السيس Up Up أو Down Down يعني ما له دخل إنه يكون Axial أو Equatorial هاي Up وهاي Up تمام فهذا بيكون عبارة عن سيس لترانس بيكون واحد Up واحد Down يعني بيكون هاذا زي هيك زي كأنه هيك صار تمام هيك ترانس تمام تمام آه تمام السؤال اللي بعده طالب اللي هي Resonance Structure لهذا المركب بده اثني To Resonance Structure لهذا المركب تمام بجبه تطلع هاي ننقل هان عندنا هان H2S Double Bond CH وهانا CH موجبة وهانا Oxygen قطع لها اللي هون بير وهيك تمام هسا بداية ذات شو ممكن يصير ممكن أول احتمال إنه Double Bond اللي هون تيجي على على الرابطة الموجودة هون وتصير موجب مدل ما هي هون تصير موجب هون كيف يعني بيصير زي هيك H2S موجبة رابطة واحدة CH Double Bond CH Oxygen صح ولا لا احنا هيك حفظنا على Total Formal Charge Total Formal Charge هان كانت موجب واحد والTotal Formal Charge موجودة هون برضو موجب واحد معنى احنا حفظنا على Resonance Structure كFormal Charge معنى هذا Resonance Structure صح تمام شوفي عنا ممكن اشي اشي تاني نعمله ممكن انه اللون بير الموجودة هان نعملها Double Bond هون برضو نشوف كيف بتصير بتصير زي هيك H2S بتصير Double Bond CH CH وهان فيه Double Bond جي دي اجت O عليها لون بير ضلت واحدة وهيك فبني اجي نحساب Formal Charge للأكسجن Formal Charge للأكسجن قديش ها الأكسجن بين مجموعة موجودة بالمنقروب السادس ناقص ثلاث خطوط وشحط ونقطتين يعني خمسة ستة ناقص خمسة موجب واحد معنى تو فيش احنا موجب واحد هون معنى تو هيك احنا حفظنا على Formal Charge صح ولا لا صح معنى تو هذا ايش برضو صحيح معنى تو هاي اول Resonance Structure وهاي الثانية تمام تمام نشوف مو نجمج مثلاتهم ويبعض ما تهمت مو مثل هذا هذا هاي بس صحيح شاء ولا ما يطلب الامتحان ها نفس اشي بالزاك الhybrid orbital انو يعقز كيعمل زي cloud ايه عادي نفس الاشي بس اصح يعني في الامتحان بطلب منك هذا ما بطلب منك انك ترسم cloud تمام شكرا الصلاة تمام ايش هان طالب بقولك سايتينج الان كاربون 2 and 3 that draw the most and least stable confirmation of بيوتين تمام بقولك انو في عنا بيوتين هاي بيوتين الهو ايش اللي بيوتين الهو CH3 CH2 CH2 CH3 تمام طلعوا على السؤال citing along carbon 2 and carbon 3 وين carbon 2 وcarbon 3 اللي هي carbon high والcarbon high بيوتين 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 ويوتين بيوتين ويوتين بيوتين بيوتين تمام بتذكروا قلنا المستيبل دائما الشكل بيكون اشه بنسميه the staggered confirmation اللي بتكون فيه زوايا ابعد اشه عن بعض هالبعض يعني هيك كل بالنص جيات بين بعض تمام بنصير نوزة نيجي من الطلع الكربوني هاي شو عليها عليها هيدروجين تاي على اعتبار انو هاي كربوني الامامية اللي هي على الكروس تمام الكربوني الثاني اللي هي على الدائرة شو عليها عليها اتش تان وعليها سي اتش ثري بس انتو بتذكروا اذا بدي مستيبل لازم اخلي الذرات الكبيرة ابعد ما يكون عن بعض هالبعض طلع اذا في انها مقروب كبير ما بزبط اجي حط سي اتش ثري هان اذا بدي مست ستيبل او هان لازم احط سي اتش ثري هون عشان تكون ابعد ما يمكن عن هاي صح ولا لا صح وبحط الاتش هات الباقي هان اتش هان واتش هان مستد كل فكرة تمام اذا بدي بكتب الكليبز فورميلا اللي هي الكليبز فورميلا هاي تمام تمام فباجب اتطلع وكمان في ملاحظة اذا بدي ليست ستيبل لازم اهط لقربات الكبيرة جنب بعضها البعض فاذا كانت كلما كانت الكبربات الكبيرة جنب بعضها البعض بيكون مركب ليست ستيبل اكثر فبهط هون وبهط هون بوزع الاتشات على الباقي تمام في حدا عنده مشكلة لها انا عادي اتأكد من اشي فضلي اه هزة انه الاكليبز انا بعرف انه هي شو اللي هون تانية بعرف انه هي ليست ستيبل طب لو سقطت مني سهوا ونسيت انه احط المجموعات الكبار جنب بعض برضو تحسب غلط على حسب علم اه تحسب غلط لانه لازم الكربات الكبيرة تكون جنب بعض برغم انه عنده اصلا جهده ليست ستيبل اه هو ليست ستيبل لانه بيكون غير مستقر بس فيها اشي غير مستقر اكثر منه فكل ما كانت الكربات الكبيرة من بعض بيكون غير مستقر اكثر تمام شكرا تمام السؤال اللي تحته بقولك بده ثري 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 كونستيوشنل ايزومر موليكولر فورميلا سي ثري اتش ايت سي ثري اتش ايت او يعني بيقولك بدي ترسملي ايزومر لهذا المركب موضوع كثير بسيط تمام مثلا اول احتمال تيجي ترسمله كاربون هيك كاربون هيك كل اكسجين موجودي هون وبتوزع الهايدروجينات هاي اتش ثري هاي اتش تو وهاي اتش تو وهاي قده هيكسر قدش صار ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة وضلت واحدة بتوطوها هان هذا اول احتمال الاحتمال الثاني انه تيجي بالنص هون تمام انه تيجي بالنص بين ثنتين بسي زي هيك سي اتش ثري مرتبطة باكسجين مثلا والاكسجين مرتبطة بسي اتش تو وسي اتش تو مرتبطة بسي اتش ثري هيك عدل الهايدروجينات ثلاثة وثنتين خمسة ستة سبعة ثمانية وهيك عدد الهايدروجينات صح وعدد الكاربونات صح وعدد الاكسجين صح معاته هاي كمال ايزومرز تمام ايش ممكن ارسم ايش ثاني ممكن اني اهط اه مثلا انا ارسم كربونة متصلب كربونة ثانية متصلب كربونة ثانية هيك والكربونة هاي متصلب ايش اه مثلا كربونة هاي متصلب اوكسجين مش هاي تمام هاي اكمل هاي الجين عليها ثلاث سي اتش ثري وهاي سي اتش ثري وهاي اتش واحدة وهي H واحدة فستة سبعة ثمانية اللي هو صار عنا إيش سيكندري ألكوهول اللي هو كحول ثانوي تمام اللي هو نرسلهم بشكل أحسن هيك CH3 وهنا OH وصلت كل فكرة إنه OH بدل ما كانت عطالة فصارت تنص تمام هيك صار عنا ثلاثة آيزومرث زي ما هو طالب بتغطى صح الصد آه تفضل هل أقدر استعمل السكيلتر برضو بزبط آه عادي عادي مثل هاي هيك أو هيك أوكسجين آه تمام مثلا هيك والسكيلتر لهاي والسكيلتر لهاي والسكيلتر لهاي كالتالي اللي هو هيك وصلت كل فكرة هاي بتقدر تكتب ترسم في السكيلتر بس إنه عحنا هيك عشان إنه تكون الأمور أولا عطانا هذولا الثلاث رسمات تمام وعطانا المعلومات هاي عنهم وطلب مننا نحسب لكل واحدة فيهم هان إيش معطينا معلومات معطينا هاتش ثري هاتش إكليبست تمام معطينا قيمتها ستة كيلوجول معطينا هاتش ثري هاتش ثري إكليبس معطينا قيمتها 11 كيلوجول والأتش أتش برضو إكليبست نحكها نسينا ننكر الإكليبس بس أربعة كيلوجول والCH3 CH3 Gauch 3.8 والCH3 Di Axial قيمتها 3.8 تمام نيجي منحكي هاي ايش نوع الجهد اللي فيها اللي هو 1.3 Di Axial صح ولا لا اللي هي الأكسيال هذول بيعمل 1.3 Di Axial بتعمل على بعد اللي بتعمل مع الأكسيال اللي عبارة الثلاثة منها فبتعمل هان بمقدار 3.8 وعلى بعد هان آسف على هاي بمقدار 3.8 تمام بس هان برضو فيه إنه كمان أكسيال فبتعمل برضو جهد هان تمام فبتعمل جهد هان بمقدار 3.8 وبتعمل جهد هان على هاي الكربون على هاي الهاج الجين الموجودة هون بمقدار 3.8 فهيك صار عنا مجموع هن اللي هي أربعة أربعة ضرب ثلاثة بوينت ثمانية ف نضرب ضرب عادي أربعة ضرب ثلاثة بوينت ثمانية وبيطلع أربعة ضرب ثلاثة بوينت ثمانية بيطلع قيمة 15.2 كيلو جول فالمهم هاي حسبنا الموجود على الأولى تمام الموجود على الثاني شو نوعه أول شي هاي ستاقرد فورميلا تمام ستاقرد فورميلا فعندنا هون هاي مو إكليبست هاي اللي بينهم جوش لأن هم قربات كبيرة جم بعث صح ولا لا صح فالساتس 3 معطينا قيمتها اللي هي ثلاثة بوينت ثمانية فهاي عنا ثلاثة بوينت ثمانية هون وهون برضو في جوش بين هاي و هاي لأن هم جم بعث فهاي كمان ثلاثة بوينت ثمانية في إشي ثاني لا معاك رجعها هاي عنا ثنين ضرب ثلاثة بوينت ثمانية اللي بتطلع قيمته 7.6 كي لجول. تمام. تمام. المثال اللي بعده. لهو في عنا اكليبست كونفورميشن. فاحنا في عنا بين كل واحدة وواحدة فيه ستريم. اللي هو الاسترين الاكليبست بينهم. فهو معطيتين قيمتهاovich planteEEP �ètش 3. impacted przyszكر متسة كيلوجول. هذه مختلفة كان 그러나 هي 60 كيلوجول. وهى خطاة خطاةний Track 5 with معطيني قيمتها هي أربعة كالوجول. وهو C flower 3 نفس الإشти 6 كالوجول. فايش ما عمل بجمعهم ست وستة 12 12 واربعة 16 فابتقول له 16 كيلو جول في حد عنده مشكلة في هدول تمام حسنا ظل عندنا اسئلة اللي هي اسئلة ارسم اللي اغلب الناس بتخاف منها تمام السؤالها بيقول لك draw the least stable بدو the least stable بدك تركز بدو the least stable of sys محدد لك sys وصبر هان عشان نكون ضغطين اكثر list stable share confirmation فالزبط فا تمام اول ايش بنرسم share تمام وبنحدد التفرعات التفرع عندنا الواحد عليه اثر والاربعة عليه ايزوبروبل يعني عندنا ايزوبروبل هيك والاثيل هيك تمام وين موجدين على الاولى وعالرابعة هاي الاولى وهاي الرابعة وبدو اياهم سس يعني اثنتين يكونوا ايش يعني بدو اب اب تمام او داون داون فاحنا ايش بننقى بننقى مثلا اب اب يعني اب 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 لهاي ايش اكسيال والاب لهاي اكواتوريال فانا اذا بدي انا list stable مين بوضع الاكسيال مين بوضع الاكواتوريال احكولي يلا مين دا شوف مين صح سهماعي مين بوضع من مين نوضع على الاكواتوريال اكتو نحط الاكواتوريال اللي هي اللي اقل مثل اثان نحط الاكواتوريال اللي هي الاثيل صح ايه بالضبط مدام بدنا list stable معناها بنحط الگروب الكبير على الاكسيال ايش هو الگروب الكبير هان اللي هو اللي هو الايزوبروبل بنحط الاكواتوريال هذا اذا بدو ايش ال least stable بينما اذا بدو المست stable بنحكس بنحط الگروب الكبير على الاكواتوريال اذا بدو المست stable تمام السؤال الثاني بدو المست stable confirmation من ال one two دايبرومو two كلورو ايثين تمام هذا اول اشي مدام معطيني اسم زي هيك الاسهل اللي ان ارسم هذا المركم تمام اول اشي هو ايثين معناته ايثين معناته كربونتين صح ولا لا صح فال one two one two دايبرومو معناته عيننا على الكربون الاولى وعلى الكربون الثاني عيننا بروم صح ولا لا تمام وكمان عيننا على الكربون الثانية عليها كلور تمام تمام فميكمل باقي اتشات هاي نضع نقصها اتش two وهذا نقصها اتش فاحنا بدنا نرسم الموس تستيبل كونفرميشن لهذا المركب تمام تمام فاول اشي بنعتمد واحدة امامي واحدة خلفي فبنعتبر انه هاي الامامي اللي هي بتكون علي كروس فبنيجي منهوط نهوط اتشتين نهوط مثلا بي ار فوق و اتشتين تحت نيجي منرسم الدائرة حس اذا بدي الموس تستيبل احنا متفقين ان الموس تستيبل بيكون استاقر تمام تمام بس بيضال عنا اتش و سيقل و بي ار عليها وين نهوط هن انا بدي ابعد قدم اقدر اذا بدي الموس تستيبل لازم اخلي الجروب الكبير بين هذول ابعد ما يكون عن البي ار هاي فمين اكبر واحد البي ار ولا الاتش ولا السيال مين اكبر واحد كسايز يعني البي ار اه سي ال لا تمام هس فالجدول الدوري هيك الاف والسي ال والبي ار واليو تحت بعض صح ولا لا اذا بديك تعرفون و احنا نازلين تحت هيك السايز بزيد تمام السايز بزيد فمين الو سايز اعلى البي ار ولا السيال البي ار معنات البي ار هي اللي حجمها اكبر فعنات هي اللي بخليها ايش ابعد ما يكون عن البي ار اللي فوق تمام فهي البي ار بتكون هون والسيال بتكون هون والاتش بتكون هون بصورتكم 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 بارشمه بارشمله بارشمله هون البي ايزو مر بارشمله 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 مثلا هاي اول ايزو مر ثانية ايزو مر هيك مثلا رابع ثالث ايزو مر بظل أكتب له آيزو مرس لبكرة الصبح مثلا هيك بظل أكتب له كمان هيك بده ثلاث أكتب له ستة مثلا هيك في كثير آيزو مرس لهذه المركبة هو بده ثلاث أكتب له يعني بكل بساطة أكتب له إياها صح أو لا تمام بس هان السؤال إيش بقدر يلعب فيه مثلا بيجي بقول لك على نفس هذا السؤال بيقول لك بده الآيزو مرس لهذا المركب with with high boiling point مثلا boiling point يعني يكون إلو أعلى درجة غليان تمام كيف يكون إلو مركب هذا أعلى درجة غليان دائما إحنا بنعرف أنه كل ما زادت التفرعات بتقل درجة الغليان فإذا بدي أعلى درجة غليان شو بعمل بعمل شو لا تفرع بخلي إيش كامل هيك صح أو لا فإذا بده highest pointing point بحط شو لا تفرع بخلي سكيلتر الستركشر كامل ولا تفرع هذا إلو highest pointing point تمام تمام مثلا سؤال بطريقة ثانية لو قال لك بدي least pointing point least pointing point كيف أعمل بحط أكثر تفرعات ممكن كيف يعني أكثر تفرعات ممكن يعني كيف ممكن يكون أكثر تفرعات ممكن بأجي بهط كربونة وفقيها كربونة 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 هكما كربونة صار خمسة بحط الست سوى مكان زي هي وبوزي على هيدردينات هاي أتشي ثري هاي أتشي ثو هاي أتشي ثري هاي أتشي ثري وهاي أتشي ثري وصلتكم كيف يعني أعملت أكبر تفرعات أكبر عدد تفرعات ممكن وصلتكم الفكرة تمام السؤال اللي بعده بقول لك بقول لك بقول لك هاي أتشي ثري 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 يعني حلنا زي سؤال هذا نفس أتوقع مش نفسه بس هذكر كان سي فور نحن هاي أتشي ثري بقول لك هاي أتشي ثري هاي أتشي ثري بس بده كل الهيدروجينات اللي في المركب هاي أتشي ثري يكونوا برايماري لنرسم هذا بطريقة واحدة إنه يكون كل الهيدروجينات برايماري اللي يكون في تفرعات كثير زي هاي يعني تطلعوا كيف تمام بس لو جينا نطلعوا الكربونات اللي على أطراب هذول كل هم برايماري صح فكل الهيدروجينات اللي راح يكونوا معهم راح يكونوا برايماري لأن كل كربوني منهم متصلة بكربوني واحدة بس تمام بيجي واحد يقول تبو الكربونات اللي بالنص هذول إيش كواردانالي كانوا إجسيت اسمهم اللي هو رباعي بس طلعوا وقلتلكوا هان الهيدروجينات ما بتدخل هان لأنه خلاص الكربوني عملت أربع روابط ما فيه هيدروجينات هان فهو بد بس only hydrogen بس primary hydrogen فاحنا هان ما فيه primary hydrogen فما منهتم فيه تمام فحنا هيك نقدرنا نرسم مركب the only primary hydrogen أصدقوا فكرتوا عادي ترجع تشرحه الصراحة ما فهمتو تمام هسه السؤال طالب الايزومار C8 H18 have only primary hydrogen شو هي primary hydrogen هي الهيدروجينات اللي متصلة بإيش بكربوني primary وشو الكربوني primary هو الكربون اللي متصل بكربوني واحدة يعني هاي الكربوني متصل بس بكربوني واحدة والكربوني هاي نفس الاشي متصل بس بكربوني واحدة والكربوني هاي متصل بس بكربوني واحدة وكل هين كذلك الأمر بينما بس الكربونات هذولة بالنص متصادة بأربعة كربونات فهن مكتملات أصلا فنحن ما بنهتم بهن يعني مش رح يأخذ هيدروجينات رح يأخذ هيدروجينات بس الكربونات على الأطلاب هذول كل واحدة رح تأخذ ثلاث هيدروجينات فالهيدروجينات المتصادة بكربونة بكربونة أولية رح يكون الهيدروجينات كلها الأولية تمام 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 وصلت لفكرة صح اه اه احسن من اول شكرا تمام هيك احنا تمام في فكرة زي هيك انه مثلا جابلكو هذا المركب وهذا المركب زي هيك زي هيك اعطاك هذول الخيالات وقالكو بدو مين بدو ليست ستيبل ليست ستيبل احنا بنعرف انه ليست ستيبل هو دائما سايكلو بروبل فاحنا بنستثني هذول كسايكلو يعني وبنستثني هات فعنا هات سايكلو بروبل وعنا هات سايكلو بروبل تمام بس هاذا السايكلو بروبل عبارة عن ترانس صح ولا لا وسايكلو بروبل هاذ عبارة عن سيس فهاي معلومة جديدة نعتبرها انه السيس بيكون ايش ليست ستيبل تمام السيس ليست ستيبل ليش ليست ستيبل لانه دائما الذرات بتكون قريبة ع بعضها فبيكون بينها ايش فبيكون بينها تورشنل سترين او اكليبس او يعني بيكون في بينهم سترين معين تمام يعني بيكون في بينهم جهد فبيكون ليست ستيبل بينما لترانس الذرات كثير سيال هاي والسيال هاي بعاد عن بعض فبيكون الجهد بينهم اقل فبيكون مور ستيبل لان هاض يعني بيكون المستقر اكثر من هاض وستدقل فكرة عشان شفت سؤال زيه ففكرة حلوة كانت تمام اه اه تمام تمام هيك احنا بيكون خلصنا يعني ايه خلصنا اليوم هيك بيحكي بيقدرش حكي يعطيكو الف الف عافي انه انتو تقريبا الخمسة اللي ظليتو معي مبارح واليوم يعني جد اه الله يعطيكو الف الف عافي الله يعافيك الله يعافيك الله يسعدكم ان شاء الله بالتوفيق وتبشروني بعلمات كثير كثير عالية بس والله السلام عليكم